تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الدول وأنا هنا بتكلم عن الدول وأنا عارفة أن كل الدولة عندها ظروفها يعني قد يكون التأثير على دولة أكبر من دولة لكن هل بالفعل الكل تأثر؟ أنا عايز أدي لحضراتي القصة وقعية أنا بيعجبني كمان في برنامج حياتك أنا يمكن وأنا قبل ما أدخل كنت بتفرج في الصالة بتاعت الإعداد على البرنامج فبيعجبني بين واحدك أنه هو بيرصد الواقع يعني إحنا لقينا اللحمة بأسعار كذا وجبنا الرجل بتاع المجمعات وكذا وما شو لو العلمك وحروح عدي وده مجهود محمود يعني قصد إيه في الأوقات بتاعت الأزمات في الآخر المواطن عايز خدمة تتقدم له سلع تتوفر له فمطلوب وده كويس أن الدولة بتعمله ومطلوب أنها تستمر فيه بزيات أن إحنا كل سنوحاتك طيبة خلاص مقاربين على مصرم رمضان فحلو أن إحنا نقطر من المجهودات دي لفترة الجاية مش بهدف على فكرة مزحمة القطاع الخاص ولكن بهدف تنظيم السوق لا الأزمة ما فيهاش مزحمة الأزمة بيبقى هدفك التصور كده المواطن تنظيم السوق يعني أنا وأوجدت السلع بسعر عادل وبجودة مقبولة وما شابه ده أمر طيب ومحمود أنا يمكن بحكم شغلي وكده بسافر كتير فقبل ما أوصل لمصر الحلقة دي مع حضرتك كنت في جولة لدول أوروبية مختلفة فكان منهم فرنسا وسويسرا وهولندا يعني ده ويمكن عدت على الألمانيا كمان فتلت أو أربع دول مختلفة إيه الشاهد في الموضوع؟ طبعا أي محاولة نحن نقول إيه إن كل الناس كويسة وإحنا وحشين ده غلط بالعكس كل الدول متأثرة لكن كل واحد بياخد نصيبه من التأثر بقدر وضعه بالضبط ووضعه واقتصاده بس كان فيه ملاحظة مهمة فرقت معي وأظن إنها تفرق معنا في مصر عشان نفهم ليه حجم التحدي دايما في مصر بيبقى مختلف حتى عن دول يمكن تكون مجاورة أو شقيقة في فرنسا وألمانيا حسيت بالتأثر أكتر بكتير من سويسرا وهولندا بالذات في ملف الطاقة يمكن حتى أشرتله في أول الحلقة يعني دايما أنا بريس علاقتي بها ممتدة من زمان بحكم دراسة وشغل وحاجات كتير فمش مدينة جديدة علي فأقدر أرصد الفرق فلاقيت لا فيه طبعا توفير جامد جدا في حتة الطاقة القوتيل المهتم قوي أن ياخد مني الكارت عشان يطمن أن النور مش مستخدم حاجة شابها كده آه طبعا طبعا واصل المرحلة أزمة الطاقة مهتمي الشارع مش منورة كلها زي زمان يمكن الشوزليزي بس اللي منور في أزمة طبعا أزمة الطاقة حقيقية ما حدش يقدر ينكرها وخوف من ده بس في الدول الصغيرة هولندا وسويسرا ما كانش نفس الحكاية طبعا دي وزي فاكتشفت أن كلما دولتك كانت كبيرة وعدد المواطنين كبير كلما كانت تحدي كبير مهما كنت أنت دولة عظيمة صحيح زي فرنسا والألمانيا لو ما مش دول قليلة طبعا صحيح ولا وما يمكن أهم دولتين في تحدي الأوروبي لكن كلما حياتك كنت دولة كبيرة كلما كانت تحدي عندك أي أكبر أي فين وعين من الخطاب النهاردة ماشيين أنا بيعجبني قوي برنامج حضرتك وحبا بياجي فيه وببقى معتز جدا بدا لأنه خطابه توعاوي تنويري مش هدفه أي حاجة غير أن هو ينور أو يشاور على الحتة المهمة للمواطن أي فأنا بقول للمواطن من عند حضرتك من المنصة المحترمة دي أن خلي بالك أنت حتلاقي نوعين من الخطابات دلوقتي خطاب كله تخويف وأن البلد دي خلاص وأنه يتقارن بدول محترامي وتقديري الشديد ومحبتي الممتدة ليهم من هنا لآخر الدنيا أي ما ينفعش ما يصحش عيد إحنا مش دول خالص بسبب أنه فيه فرقات كبيرة جدا في كل حاجة في أصول الدولة عندنا في مقدرات فقطعنا المصرفي في قوتنا في حاجات كتيرة جدا في تاريخ والحضارة ده آه فما ينفعش يعني بس أصدي حتى على الكلام التراكتكال العملي اللي بالورق والألم أي يقولك يجب أن تقارن أبل إلى أبل لازم تقارن تفاح بالتفاح فإحنا ننفعش نقارن بدول صغيرة عندها أزمات من أنواع مختلفة جدا قدت أنها فعلا تبقى في أزمة غير مسبوقة إحنا ما نقارنش بيها وأنا تأدبا مش عايز أذكر أسماء لا لا خالص